فإذا الكنيسة أحبائي هي الصوت في المجتمع هي البوق النبوي لهذا المجتمع هي صوت الحق هي نور للعالم إن صح التعبير الكنيسة هي الضمير لما يحنى قال لهيرودس أنتيباس لا يحق لك أن تأخذ زوجة أخيك بتكسر الشريعة قطع رأسه بس كان صوت ضمير أين الناس اللي بقولوا لا في هذا المجتمع ويقفون يرفعون اسم يسوع المسيح بالمحبة والتسامح وليس بالعنف والكنائس أحبائي هو أنت وأنا اللي فعلا نصل لكل العالم مثل البذر الصغير بذرة الخردل اللي بتصير الشجرة ومنملأ الأرض كلها ومنكون بركة لكل من حولها يمكن أنت بتتساءل واو أنا بروح على الكنيسة ودايما بس اليوم أنا فهمت أنه أنا لازم أنا هو الكنيسة أنا هو لازم أكون جسر المسيح السؤال إذا أنت اليوم شو وضعك شو حياتك عارف أنت وين رايح لكن المؤمن بيعرف أنه روح القدس ساكنه وبيعرف أنه إله حياة أبدية وبيعرف أنه إله يقين الحياة الأبدية هل أنت متأكد من مصيرك الأبدية؟ قل لي لا أبعرفش أنا بقولك الله بيحبك حبيبي الله بيحبك بس المشكلة الخطيئة اللي جابتنا في مئة ألف داهية طب شو الحال الله بيحبك بس مش عاوز يهلكك بس بنفس الوقت الله عادل لازم يدينا الخطيئة طب والحال آه المسيح جاء إنسان كامل حتى يتمم العدالة والمحبة في نفس الوقت طب وخطيتي المسيح أخذها على الصليب من ألفين سنة طب شو أعمل ما تعملش إشي لأنه أصلك ما عندك شيء أنك تعمله يعني تعطيه قلبك هو أصلا قلبك نجس اللي كتابه القلبه أخدعه من كل شيء وهو نجيز طب والحال ما في أي إشي ما تعطوش أي إشي كل ما هناك صدق بالإيمان قل لي يا رب أنا بشكرك من أجل موتك على الصليب قيامتك من بين الأموات حتى أتبرر تعطيني الحياة الأبدية صليها قل لي يا رب برحمني أنا الخاطئ صليها ما تستحي قل لي سامحني طهرني من كل إثم بدعوك إلى حياتي وإلى قلبي حتى تكون رب ومخلص وسيد على حياتي إذا صليتها بحب أسمع منك الرب يباركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر